السلام عليكم احطلا بركات في الدرس هذا ان شاء الله راح نتكلم عن الفنكشنز انواع الفنكشنز اللي هي البيسيكس ما راح نتكلم عن ادفانس فنكشنز اه خلني شو فيصل بالموضوع على طول الفنكشنز في طريقة تعريفها او طريقة كتابتها في عندي فنكشن تايب بعدين سبايس فنكشن نيم بعدين ارغومنتس بس قبل انا نتكلم عن طريقة كافة الفنكشنز و stuff هذي شو نفايدة الفنكشن هذي او اي فنكشن ممكن نسويها الفنكشن هي عبارة عن عملية راح نكررها بكميات كبيرة يعني مثلا خانفترض اني ابا اجمع اا او او اطلع مجموع مثلا لعشر ارقام مزين بمكان ما اكل مرقع اكتب مثلا اكس زائد واي زائد سي زائد بي و stuff like that ممكن نحط فنكشن هي تقوم في عملية الجمع بسطر واحد بمكان ما تعب نفسي حلوب العمليات المعقدة العمليات المتكررة مثلا اطلع الافرج بمكان ما اكتب اكس زائد واي تقسيم اثنين كل مرة لا اقول لي با افرج اكس واي حلو بنا ما احطب منقواس وسوي الماثماتيكس و اشياء هذي هذي فكرت الفنكشنز فاحنا الحين في الدرس هذا راح نتعلم فنكشنين بسطين واحدة راح يكون فيها return و واحدة راح يكون فيها return عشان نعرف شو الفرق بين return types و اللي ما في امنا return types تمام فالحين راح ترد اني راح اسوي function بس تطبع لي hello world او ما يستغل البرنامج فالفنكشن هذي ما راح ترد لي اي شي ما فيها اي return type فنقدر نقول void تمام الفويد اللي هو نطل فيه function type فنكشن تايب void void that mean it will not return anything شنو it will not return anything بعد شوي في الكل راح وضح لكم شنو الreturning تمام بعدين function name شنو بنسمي هذي راح نسميها مثلا print hello بس يفضل انه طبعا الاسماء ما تتضارب مع اسماء وجودة في السيستم المعرفة من قبل تمام print hello طبعا كنا نعرف نسوي print print see out مثلا hello world break line semi colon انزل الحين نحنسوي call منسوي call مثلا اقول لها اقول لها print hello طبعا عازم يكون اش اسم print hello في الحالة هذي البرنامج راح يشتغل هني راح يشوف print hello راح يروح يصعد فوق ينفذ الامري داخلها كله ويرد يكمل البرنامج خان نسوي مثلا run حق الاكزامبل هذا راح يطلع لي تحت hello world اللي كتبتها هني لو اكررها مثلا خان نكرر وايد منها مثلا مثلا خمسا عشرين يوقف عندها يروح لاسطومات هورد انزل طبعا الفنكشن اهم هل هتكون فوق الانت مين دايركت او انها تكون تحتها لكن فيه بروتو تايب لو متعرفون خلنا ما تكلم عن مسافة البروتو تايب بعدين شوين نتكلم عن البروتو تايب خاص في الفنكشن تمام الحين هذي فانكشن بسيطة انزل خلنا نفرض فانكشن تاخذ باراميترز اذا مثلا طلبنا من عندكم فانكشنز اه تاخذ باراميترز لكن وراترن ناثنك بس مثلا سميشن تمام مثلا نسمي نبي نسميه سمتو نمبرز مثلا سمتو تاخذ باراميترز اي المتغيرات من اليوزر ابي انت اكس ابي انت واي طبعا ما قدر اشيل كلمة الانت هني لازم كل واحدة بروح واحط له هني كيرلي براكت حين ابي اجمع الاكس والواي وابطبعهم طبعا نقدر ناخذ هذي كوبي يعني اللي عارفون شون كوبي ممكن نيسك الاكس والواي هني اكس بلس واي راح اطلاعي الناتج انزلين انزلين حين شون سو يقول حقي السمتو اروح للانت مين اكتب له السمتو راح يطلب عندي غيمة الاكس وغيمة الواي راح تضلين غيمة الاكس خمسة وغيمة الواي اشتران مثلا راح تطلعي المفروض السميشن 15 الانتج ماله يردلي حلو عقب ما يردلي ابي اسوي له اطلع الافرج حقه تمام فش راح اسوي مثلا هما نوعهم x نوعه انتجر و y نوعه انتجر فمستحيق طلع المثلا return type double رازم يكون return type int تمام ومو كان نشيل هذا كله ونكتب return return expression x y الكل راح تغير الكل راح يصير شنو اني راح اعرف متغير int مثلا sum equal ش راح يصير خاش راح لكم process البرنامج راح اتم راح يديش في ال int main تمام راح يروح يعرف متغير جديد في المماري يسميه sum تمام قيمة السم هاذي راح تساوي قيمة الناتج من ال function هادا فش راح يساوي البرنامج راح يروح يشوف ال function هاذي مو كانها هني راح يروح ياخذ رقم خمسة يحطه هني رقم عشرة يحطه هني في الشكل هادا هحكي فوقهم comment هني يتصير خمسة وهني يتصير عندي عشرة تمام راح ييعوضهم وهني يجمعهم وراح يردلي المجموع هني فراح يردلي المجموع هني 15 هذا الشكل تمام فراح بعدين يرد البرنامج ياخذ الرقم هذا اللي هني طلع يحطه في قيمة السم فبعليين نقدر نسوي مثلا آآ مثلا حق السم راح تشوفو ان الناتج يطلع لي نفس نفس اللي طلع لي فوق تمام شوف طلع لي 15 الحين مثلا خلنا نتكلم عن اللي هي ال function اللي to not return anything مهر ثاني راح تشوفو واحدة بشكل ثاني راح سميه مثلا آآ يعني اخصار حق الأفرج راح تاخذ انت رقم واحد حين سميه total مثلا تمام وابي تطبع لي الرقم هذا أو تطبعي الأفرج ما لا فنقدر نقول له آآ التوتل تقسيم اثنين تمام بعدين عشان نسوي call حق الفنكشن هالي بس ما اتفاقنا في البداية avj اللي هو السم حين راح سوي سويت انا هني باس حق داخل الفنكشن او البراميترز فاقدر سوي ايضا باس في ال حين لو سوين اران اول شي راح يسوي انه راح يجمعهم بعدين يقسهم على اثنين وياخذ الانتجر طبعا 15 تقسيم اثنين سبعة ونصف فانتجر يشيل الموراء الفاصلة يطلع لي بس رقم سبعة هذا شرح وايد بسيط وسريع حل عن الفنكشن basic of function ايضا how to create function with three different types ان شاء الله في الدرسة راح نتكلم عن فنكشن شكرا متابعتكم كان معاكم اخوكم يوسف الصالح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة